اشتركوا في القناة المواطنون الأفاضل منذ أن يلزمتني متطلبات الواجب الوطني للطلاع بمسؤولية رئاسة الدولة لم أتوانى على التأكيد على ضرورة العمل للتوصل سويا إلى إيجاد حلول تمكننا من تجاوز عقبات المرحلة الحاسمة التي يمر بها وطننا والوصول إلى التوافق المطلوب لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط النزاهة والشفافية وقد اعتبرت من البداية أن هذه الانتخابات تعد حقا هدفا استراتيجيا وطنيا يجب العمل على بلوغه ليس لكونها المهمة التي أسندها إليا الدستور وأكدتها فتوى المجلس الدستوري في 29 جوان 2019 وحسب بل لأنه الحل الديمقراطي الوحيد والأنجع الحل الذي من شأنه أن يتيح لكم سيدات سادة بكل حرية وسيادة اختيار الشخصية التي ترونها الأصلحة لقيادة البلاد وإدخال التغيير الذي تنشدونه وإقامة نظام الحكم الجديد الذي يستجيب لتطلعاتكم الملحة لقد كنت قد عادت أمامكم أيضا بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم اقتراع رئاسي يستوفي كل الضمانات كل ضمانات الشفافية والنزاح ومن أجل تحقيق هذا الهدف كنت قد دعوت بنفس المناسبة الطبق السياسي والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى الإنخراط في حوار شامل بغرض الوصول إلى صيغ حلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ومن حسن الحد أن نداء الحكمة والواجب الوطني الذين كانوا وراء دعوتي هذه قد حضي والحمد لله بالقبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع وبالفعل فقد انطلق الحوار بفضل جهود مخلصة قامت بها شخصيات نزيهة ومستقلة وتولت بنفسها ترتيب أمور أمورها الداخلية بحرية تامة وتكفلت بموجبها بقيادة الحوار السياسي الذي شهدته الساحة السياسية الوطنية لقد قادت هذه الشخصيات الوطنية مسارا تشاوريا واسعا مكلا مسؤولي العديد من الحزاب وعدد معتبر من الشخصيات الوطنية وكذا ممتلي المجتمع المدني والحركة الشعبية من مناقشة بكل حرية الشروط السياسية والقانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها من أجل إدفاء المصداقية على الاقتراع الرئاسي المقبل أيها المواطنات أيها المواطنون لقد مكنتني الهيئة المذكورة مؤخرا من نتائج مشاوراتها وقدمت لي مضمونة توصيات توصياتها التوافقية لا سيما تلك التي تتعلق بنظام الانتخاب وبإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات اللو التي ستوكل لها مهمة تنظيم راء تنظيم ومراقبة العمل الانتخابية في جميع مراحلها أود هنا أقول أود هنا أن أجزي عضاء هذه الأية جزيل شكري نظير ما تحملوه من مشاق في أداء مهمته من نبيلة لكل شجاعة وتفان وكفاءة كما أود أن أعرب بالمناسبة ذاتها عن ارتياح لنروف الحرية والشفافية التي طبعت سير عملية الحوار هذه مسجلا في ذات الوقت أن الدولة قد التزمت تمام الحياد وبعدم تدخلها في سير العملية لقد أتح هذا المصار إلى الوصول إلى توافق واسع حول الانتخابات الرئاسية وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها وقدمت الهيئة في هذا السياق أيضا مخترحات تتعلق بتكييف نظام الانتخاب لكي تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشروط المعايير المطلوبة إن إن شاء سلطة وطنية توكل لها مهام تنظيم الانتخابات بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات يمثل استجابة ملموسة لتطلعات شعبنا الذي طالب بصفة سلمية بتغيير عميق لنضام الحكم لذا ومن أجل إنشاء هذه السلطة دعوت لمواصلة الجهود والمشاورات اللازمة لكي تصبح هذه السلطة حقيقة ملموسة على أرض الواقع كما أوعجت للحكومة كذلك بأن تضع تحت تصرف هذه السلطة المستقلة الجديدة كل الوسائل المادية واللوجيسية وإمدادها بكافة أشكال الدعم التي تمكنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف أيتها المواطنات الفضيات أيها المواطنون الأفاضل مثل ما لاحظ الجميع فإن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 16 10 المؤرخ في 25 بوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات الذين تم اعتمادهما دون تغيير من طرف مجلس الوزراء الأخير قد تم اعتمادهما أيضا من طرف البرلمان وفق النهج التشريعي المنتهج وبناء عليه وقعت بالأمس 14 سبتمبر 2011 على هذين القانونين العضويين بعد استفاء كل الإزراءات التي ينص عليها الدستور وبعد أن أبلغني المجلس مجلس الدستوري بأيه حولها إن النصين المذكورين أدخل تغييرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا وقد جاءت هذه التغييرات كملاحظة ولا شك الجميع لتكون شوابا واضحا للمشككين وبالوقت ذاته فإنها أتت لتترجم مضمون التطلعات المشروعة لشعبنا وتمكنه من أن يختار بكل شيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغب في تكليفها بمهمة قيادة التغيير والاستجابة لباقي التطلعات التي دعا إليها المواطنون التغييرات هذه أتت كذلك لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد تجسيد منهجي للتغيير الذي تنشدونه أيها السيدات أيها السادة عبر تطهير تأطير الدولة ومكافحة الفساد واللاعقاب والسعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاها إن هذه المكتسبات وهذا التطور الإيجابي لم يكن ليتحقق لولا التنسيق الواسع بين مختلف مؤسسات الدولة وهنا أود أن أجدد التعبير عن مشاعر التقدير والعرفان لأفراد جيشنا الوطني الشعبي خاصا بالذكر قيادته العليا على جهودها المستمرة والمخلصة حفاظا عن النهج الدستوري والانتزام بمرافقة شعبنا في مسار التغيير بتغليل سبيل الحوار وتأكيد التمسك بالتوجه لانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي استراتيجي أيها المواطنات الفضيات أيها المواطنون الأفاضل لقد ذكرت أمامكم في كثير من المنسبات الأسباب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تفرض علينا تنظيم الانتخابات الرئاسية عاجلا وإني لازلت متيقنا من أن هذه الانتخابات تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح لبلدنا من تجاوز وضعنا الراهن إن هذا الخيار الذي والحمد لله أصبحت غالبية شعبنا اليوم تنخرط فيه هو ما يدعونا اليوم إلى الارتياح حقا ذلك أن هذه الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيرته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة أيها المواطنات الفضيات أيها المواطنون الأفاضل لقد آن الأواني اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات كونها تعد القاسم المشترك بيننا لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا ولهذا واعتبارا لكل ما سبق فقد قررت في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لي أن أحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية يوم الخميس ماعش ديسمبر 2016 أعيد للأهمية لقد آن الأواني اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات كونها تعدد كونها تعدد القاسم المشترك بيننا لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا ولهذا واعتبارا لكل ما سبق فقد قررت في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لي أن أحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ليوم الخميس 12 ديسمبر 2016 وبناء عليه وطبقا للإحكام الدستورية والشرائية المرعية قمت اليوم بالتوقيع على مرسوم رئاسي دعوت فيه الهيئة الناخبة منطلقا من هذه الأحكام أدعوكم سيدات سادتي إلى التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمصاري تجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الصرعية رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا لذا فإن هذه الانتخابات لأهميتها ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء التقة في البلاد وتكون بنفس الوقت بمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد الممارسة الديمقراطية ممارسة ديمقراطية الحقيقية في واقع جديد لهذا فإني أدعو المواطنين والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن خيار رئيسهم الجديد وتصطير مستقبل بلادهم الواعد المستقبل الذي حلم به الأجداد والآباء ويحلم به اليوم الأبناء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيي الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة